ليس أمراً سيئاً بالنسبة للمتحاربين أن يسقط المدنيون ضحايا أو قتلى هنا في سوق خلقة نهم في ضواحي العاصمة صنعاء تحول بفعل غارة طيران التحالف إلى هذه الحالة وحتى وقت قريب كان مقتل مواطن جريمة مدانا لكن منذ ذهبت الميليشيا إلى إشعال الحرائق في البلاد واجتياح المدن جلبت الطيران إلى السماء والقوات إلى الأرض فتحول العشرات بل والمئات إلى مجرد أرقام مجهولة في عداد الضحايا التي لم تشبع بعد الميليشيا منها أو يتوقف الطيران عن أخطائه المتكررة يبعد سوق نهم عن جبهات القتال بحوالي 15 كيلو متراً بحسب تقديرات بعض المصادر ويعتبر مركزاً للمناطق المحيطة به لكنه أيضاً يقع على طريق عبور من الجهة الشمالية للعاصمة وهو ما يجعله موقع جذب للمتسوقين فالحادثة الجديدة التي خلفت ما يزيد عن 20 ضحية في هذا السوق قد لا تكون الأخيرة فيما لو استمرت الميليشيا بتعزيز وجودها في العاصمة صنعاء بهذه الطريقة وظل الطيران يخوض معركته بهذا الأداء لكأنه معصوب العينين أو أعمى فبالنسبة للمتحاربين كل شيء يفضي إلى الموت وبأسوأ الطرق والأدوات ترجمة نانسي قنقر